لكن إذا صدر القرار لصالح الفلسطينيين سيكون هزيمة لإسرائيل تقترب أو تكون أول هزيمة قانونية قضائية منذ قيام هذا الكيان اللقيط صنيعة القوى الاستعمارية بريطانيا الاستعمارية التي لا تملك أعطت لهذا الكيان الذي لا يستحق ثم بعد بريطانيا وقد أفل نجمها أصبحت أمريكا هي التي ترعى هذا الكيان وتقدم والحقيقة اليوم قالها نتنياهو قال قلت للوزير بلينكا في زيارته الأخيرة إن هذه ليست حربنا فقط إنها حربكم أيضا وهذه حقيقة أنا قلتها من اليوم الأول كنت في قنوات وحتى هنا في اللايب قلت إنها قبل أن تكون حرب إسرائيلية هي حرب أمريكية أيضا والولايات المتحدة اعتبرت ما حدث يوم 7 أكتوبر طعنة وكأنها كانت تتوقع شيء آخر اعتبرتها طعنة في ظهرها وهي التي تريد أن تأتي بالتطبيع والسعودية إلى آخر بينما الفلسطينيين بطبيعة الحال 7 أكتوبر أجلوا التطبيع أنت السعودية أو أنت دول أخرى إلى تاريخها قد لا يأتي أبدا ومش فقط هذا حققوا لكن تشوفوا في المأساوية أنت ما يحدث في غزة مآسي كوارد أن يقتل ما معدله ألف يقتل ويزرح ما معدله ألف في اليوم خاصة في السبعين يوم الأولى والعشرين يوم هذه الأخيرة أصبح معدل ما يقتل وما يجرح ما بين 500 إلى 600 في اليوم هذه كارثة وأغلبيتهم أطفال ونساء لكن في الحقيقة على المستوى القضية منذ 7 أكتوبر بدأت تظهر يجب حل الدولتين يجب أن يكون شعب فلسطيني دولته يجب 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 طبعا هذا حل الدولتين فيه عليه لكن على الأقل رجعوا إلى هذا الحديث تعالد دولتين عادت القضية الفلسطينية لتكون هي في هرم الاهتمامات العالمية بل أنها اليوم هي أكبر اهتمام عالمي منذ 100 يوم هي القضية هذه ما يحدث في غزة والقضية الفلسطينية و7 أكتوبر إلى آخره هزت أركان الجيش الذي لا يقهر والمخابرات التي تعرف كل شيء ولا يخفى عليها شيء كما يقولون أظهرت حقيقة الصهيونية المتوحشة عرّت الأنظمة العميلة والخائنة سواء الخائنة في العلن أو الخائنة في السر عرّت أصحاب مقولة مع فلسطين ظالمة أو مظلومة الذين يمنعون شعبهم من أن يتظاهر حتى في الأزقة والشوارع الصغيرة عرّت أكثر ميليشيات عباس ازداد التعرية لابن سلمان وابن زايد والسيسي وما أشباههم حطمت التطبيع ولو أخلاقياً انظر ما يفعل الشعب المغربي مثلاً في المغرب لا يتجرى الآن كثير المسؤولين المغاربة على أن يتكلمون عن التطبيع بل بعضهم بدأت يغير في الخطاء وأشياء كثيرة كثيرة جداً ربما في اللايب القادم منذر قائمة على الأقل أعتقد أني قمت بها قبل حوالي شهرين أو شهر ونص منذر قائمة أخرى فيها عشر أهم ما أنجزته الأحداث رغم مأساويتها ودمويتها التي لا يجادل فيها أحد لكن هذه المأساوية وهذه الدموية ليست نابعة عام 7 أكتوبر إنها استمرار منذ 1948 لأن في 1948 عندما هجر وقتل عشرات الألاف من الفلسطينيين لم تكن المقاومة موجودة هذه المقاومة مثلاً كانت هناك مقاومة لكنها ضعيفة خاصة لما دخلت عليها الأنظمة العربية زدت أضعفتها في 67 لم تكن موجودة هذه المقاومة بالذات اللي قاوموا الآن في 73 لم يكنوا موجودين في 82 لم يكنوا موجودين لرمي قاوموا الآن ظهروا في نهاية الثمانينات كرد فعل ظهروا مع الانتفاضة الأولى 87 كرد فعل على الهمجية على التوحش على التعذيب على السجون على الاستيطان على الترحيل على تهويد على كل شيء و7 أكتوبر هي ردة فعل وليست فعل على من على قوة غازية واستمرت في غزوها حتى الدول الأوروبية كلها تقول لك أن غزة محتلة والضفة الغربية محتلة إذن هؤلاء محتلين لهم الحق باسم كل القوانين والمعاهدات الدولية عندما تحدث فقط على الدولية أنهم يقاوموا كان يجب وصفهم بالفريدم فايتلس مقاتلين من أجل الحرية كما فعل الغرب مع مثلان الذين واجهوا الاتحاد السوفياتي في أفغانستان وكانت تسمية حقيقية صحيحة لكن في الحقيقة الغرب يتلعب إذا كان العدو أو إذا كان الطرف الذي يخزو أصحابهم يصبحوا لهم لازم يدافعوا لنفسهم مثل إسرائيل إذا كان من أعداءهم يصبحوا لقومهم فريدم فايترز ومقاوم من أجل الحرية ولذلك هذه الزواجية المعايير هذا هو النفاق الزواجية المعايير هو النفاق ولكن يتكشف والآن مع هذا العالم ومع هذه التكنولوجيا ومع هذا تتكشف هذه الأمور وبشكل قوي وقوي جدا